درست الحكومة الجزائرية مشروعاً أولياً لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في الأسهم والحصص الاجتماعية برأس المال الاجتماعي لشركات الخاضعة للقانون الجزائري الذي أو التي تمارس النشاط في القطاعات الاستراتيجية وفد بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري بأن الدراسة تمت خلال اجتماع الحكومة الأحد برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار ويتعلق الأمر حسب البيان بمشروع أولي لنص التنظيمي يحدد شروط المساهمة في الأسهم والحصص الاجتماعية برأس المال الاجتماعي لشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس النشاط في القطاعات الاستراتيجية